تأمل إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في اكتشاف ألوف العوالم الخفية خارج نظامنا الشمسي عندما تطلق مهمتها الجديدة للبحث عن الكواكب هذا الأسبوع المركبة المخصصة لدراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية والتي يشار إليها اختصارا باسم TESS من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين الموافق السادس عشر من أبريل نيسان من كيب كنافرل في فلوريدا على متن صاروخ من طراز فالكون 9 تابع لشركة سبيس اكس وعلى مدار السنوات العشر الماضية درست ناسا آلافا مما يطلق عليها كواكب خارج المجموعة الشمسية وتتوقع ناسا الآن إضافة الآلاف من الكواكب الجديدة إلى قائمتها وسيتمثل جزء من المهمة في البحث عن آثار لوجود حياة يمكن بحثها والتحقق منها في مهام فضائية مستقبلية